دراتي ومشاهدين الكرام هنروح مع حضرتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع دينة فضاليا دين شكرا لك هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدانت مصر الهجوم الإرهابية الذي شهدته منطقة ماد جواري شرق بوركينا فاسو وأصفر عن عشرة الضحايا من المدنيين وقالت وزارة الخارجي أن مصر تقدمت حكومة وشعبا بخالص تعزيها وصدقي مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا مؤكدة وقوفها جنبا إلى جنب مع بوركينا فاسو وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب قالت الخارجية الروسية أن رفض جمعية الصحة العالمية مشروع قرار أوكراني لمنع موسكو من حق التصويت يكشف أن المجتمع الدولي بدأ في النظر بواقعية أكثر إلى الوضع في أوكرانيا وأوضحت الخارجية الروسية أنه من بين 183 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية شاركت في الجلسة وكان لها الحق في التصويت أيدت 88 دولة القرار الأوكراني ولم تتمكن أوكرانيا من حج نصف أصوات المشاركين وكانت جمعية الصحة العالمية رفضت مشروع قرار طرحة كييف يقضي بحرمان روسيا من حق التصويت في المنظمة الدولية كشف وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف أن بلاده تتوقع تحقيق 14 مليار دولار إضافي من عائدات النفط والغاز هذا العام مشيرا إلى أن جزءا من المكاسب الإثثنائية سينفق على العملية العسكرية في أوكرانيا وقال وزير الروسي أن الحكومتات تخطط لإنفق إرادات الإضافية هذا العام بدلا من إدخارها موضحا أن الأموال ستنفق على مدفوعات إضافية لأصحاب المعاشات التقاعدية والعائلات التي لديها أطفال آدانة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا جاء ذلك في بيان المشترك صادرة عن وزراء خارجية البلدان الثلاثة حيث أكدوا فيه أن كوريا الشمالية زادت بشكل كبير من وطيرة ونطاق إطلاق صواريخها الباليستية منذ سبتمبر 2021 وحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينجل ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الخارجية الياباني يوشي ماسا هياشي في البيان بيونج يانج على العودة إلى المفاوضات أعلنت الأرجنتين تسجيل إصابتين مؤكدتين بجدر القردة في أمريكا الجنوبية وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية أن نتيجة فحص بي سي آر لأول حالة يشتبه بإصابتها بجدر القردة جاءت إيجابية مشيرة إلى أن المصاب يخضع للعلاج في حين تتم مراقبة المخالطين المقربين منه الذين لم تظهر عليهم حتى الآن أي أعراض وكشفت وزارة الصحة عن حالة ثانية مشتبه فيها لمقيم في إسبانيا يقوم بزيارة الأرجنتين حاليا قالت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت تقارير عن 650 حالة إصابة محتملة بالالتهاب الكبذي الحاد لدى الأطفال مشيرة إلى أن أسبابه لم تعرف بعد ولا تزال قيد التحقيق وأفدت دراسة أجرتها المنظمة بأن 33 دولة أبلغتها بما إجماليه 650 حالة إصابة محتملة وتبحث السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن زيادة غامضة في حالة الالتهاب الكبذي الحاد لدى الأطفال الصغار التي أدت إلى تسع وفيات على الأقل تتجم أنظار الساحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب دو فرانس في باريس حيث واجه ليفربول إنجليزي ريال مديد الإسبانية في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا ويخاطط ليفربول لتحقيق الانتصار والثقر من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع في تاريخه وتأهل ليفربول النهائي دوري الأبطال على حساب فريق فياريال إسباني بنتيجة 5-2 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي ختم ومجد الثامنة فاصلوا لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر